باعتقادي ربما يكون هذا الحدث الأول من نوعه منذ أحداث السابع من أكتوبر الذي ترد في الولايات المتحدة بهذا الحجم خاصة بعد تعرضها لأول مرة ضرر بهذا الحجم كانت العمليات فيما قبل الاستهداف ما سمي بالمقاومة الإسلامية العراقية التي أعلنت بعد السابع من أكتوبر تضامنا مع غزة استهداف الأهداف الأمريكية كان يشبه عمليات جراحية كما يسمى بالتعبير المجازي عمليات لا تسفر عن كثير من إصابات في صفوف القوات الأمريكية سوى ما سمي بإصابات ارتجاجية أو صدمات نفسية لكن الآن شهدنا قتل ثلاث جنود أمريكان في الحقيقة هذا يعتبر ضرر حقيقي مباشر استدعى ردا من الرئيس الأمريكي نفسه تصريح للرئيس الأمريكي ولكن في الوقت نفسه لا يمكن القول أن رقعة الصراع توسعت باعتقادي ما زال هناك شبه ما يشبه من قواعد الاشتباكات الضمنية المتفق عليها ضمنا بين الولايات المتحدة وإيران أن يتم تبادل الضربات هنا وهناك هذا باعتقادي لا يعني توسع وتمدد الصراع وهذا أمر لا ترغب فيه الإدارة الديمقراطية بالتحديد وهي إدارة بايدن لأنها ترغب على أجندتها لا أقول أنه على رأس أجندتها ولكنه ضمن الأجندة إعادة الاتباق النووي مع إيران وإعادة تطبيع العلاقات الأمريكية مع إيران رغم صعوبة ذلك لكن شهدنا نعني أنا أذكر أنه منذ 7 أكتوبر شهدنا تصريحات لمسؤولين إيرانيين بأنه يمكن العودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة وشهدنا أيضا تصريحات مسؤولين أمريكان بأن هذه المسألة ما زالت موجودة على الطاولة لذلك لا أعتقد أن الصراع تمدد بالشكل الذي نتوقعه ربما يكون هناك تحميل لمثلا كتائب حزب الله أو ما يسمى بفصيل ليس بأمر أو بقرار من حكومة إيرانية اتخذ مثل هذا الهجوم لذلك أنا أعتقد أن الولايات المتحدة تتصرف بما يمكن وصفه بإدارة الأزمة وليست مقبلة على حل الأزمة هذا الوضع الذي أتحدث عنه وضع تبادل الضربات هنا وهناك بين إيران والجهات المقربة منها وبين الولايات المتحدة لا أعتقد بأنه وضع مرفوض بنسبة 100% يعني هناك اتفاق شبه ضمني على إدارة الأزمة بين الطرفين والذي يمكن تحويله في المستقبل القريب أو في المستقبل المتوسط على المدى المتوسط ربما إذا نجح بايدن في فترته الرئاسية الثانية يمكن تحويله إلى ما يبنى عليه في طاولة مفاوضات وربما إعادة الاتفاق